موسيقى الوصول المتقاعد غير مرغو فيه باتاتا ومني كانت تطنطميس كي يشدو الإنسان أمام المواطنين وكي يبادلوه حتى كولو المواطنين قل حن خلصوا ماشي حشومة يعني في المغرب دي 2021 سبعة الحال ماد هذرة مش عار أن الإنسان أفنى عمره دم جوفه وعطاه الشركة دياله طيلة 35 و 40 سنة وفي الأخر بدل ما نحتافلو به بكريمة طيبة مش بشي امتياز وعر بدل ما نحتافلو به بشي كاز زيلتاي وحليوات كنجو نعصره بحل ليمونة وكلوحوها في البوبال يعني هات السيدة دا يتكلم بيسم الشوافرية وبيسم المتقاعدين ديال النقل الحضري في مدينة الداربيدان واش كتعرفوا الدور اللي لعبوه يعني في استقرار المدينة وفي خلق لاري شاس في المغرب رجعوا له رابوردك تيفي تي دا النقل الحضري في الداربيدان شنو قلقاوه قلقاوه سي دي كل شي فور يعني كل شي فور كل طوبيس تيهز في النهار 500 ديال الزبناء بمعنى في العام يعني الشي فور الواحد كيهز 120 ألف ديال الركاب في العام بمعنى في المعصار المهاني ديالتك الشي فور 35 سنة تقريبا ديال السيربيس تيهز ربعة لمليون وميتين ألف مواطنين في الطوبيس اي ما يعادل يعني 35 عام ديال الخدمة كيهز تقريبا 12% من السكان المغرب يعني هالإنسان هذا مني كيخرج التقاعد بدل أن يتلدد بهاد المساهمة دياله الطيبة وهاد البصمة الجميلة في خلق لاري شاس في المغرب إذا بالأسف الشديد كيتعرض للبهدلة وتتدبحوا لمدينة وكتدبحوا شركة ألزا على الأشهاد هذ المتقاعدين ما تيطلبوا بوالو ما تيطلبوا له بزيادة في الراتب للتقاعد ما تيطلبوا له بشي إعفاء معين ما تيطلبوا بشي أن المدينة تخلص عليهم الحج للعمرة ما تيطلبوا بأن العمدية الضربية ما تيطلبوا بوالو ما تيطلبوا بوالو ما تيطلبوا بوالو وكانوا يتمتعون به منذ استلاس إلى الآن ألا وهو أن المتقاعد يستفد من الركوب المجاني في الحافلة يسوزن بكافة الزملاء في المغرب ما تيطلبوا بوالو إلا بهذا الامتياز البائيس لكن الأسف الشديد العمدية الضربية بدك يتفرج على هذا السلخ وهذه الإهانة التي تعرضوا لها المتقاعدين على يد أرزع بدون أن يتدخل ثم ننسى بأن الدستور المغربي ينص صراحة عن المساواة من المواطنين وهذه الناس هذو المتقاعدين كما قلنا لا يطلبون إلا بالمساواة ديالهم مع باقي المتقاعدين دل مرافق المدنية والعسكرية والأمنية في المغرب إذا رجعنا لإحصائيات اللي قال سعد الدين العثماني حول عدد المتقاعدين في المغرب شو تلقاوه؟ الإحصائيات التي كشفها العثماني في جلسة سعود سبعة 2019 في مجلس المتشارين فيها عدنا الآن وصلنا للمليون وثمانمائة وخمسة ومئتين وعبائة وشترين المتقاعدين في المغرب يعني هذ المتقاعدين ديالنقل الحضاري في الضربية لعدد دينو ألفين إلا يمتنون إلا صفر فاصلة واحد في المئة من مجموع المتقاعدين في المغرب إذن هذ صفر فاصلة واحد في المئة كما قلنا ما يطالبوا قواله يطالبوا يعرف بأنه يتساوي في الامتيازات والخدمات التي يستفدوا منها باقي المتقاعدين في المغرب بمعنى أن الإنسان عنده الحق في أنه يعني ذلك الخدمات الاجتماعية التي تعطيها سواء لوين سيف وللوينو ولا ليدك ولا القضاء ولا الديوانة ولا لوين ديا ولا البوليس إلى آخرين وهذا حق مشروع لهذا المتقاعدين بلاكس نطلبوا الدولة أن تزيد في الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه المتقاعدين إذن كما قلنا هذ الناس كان عندنا واحد الامتياز في النقل الحضري في الدرب كان عندنا واحد الامتياز مني كان نتقاعده وكان نقرره في طوبيس فابور لكن للأسف الشديد يعني هذ الامتياز يعني مسحول لهم من طرف شركة ألزا والخطير في الأمر لما نستحضر الكلفة بين قوصين هذ الامتياز الحقير ليس يعد دفقين في العام تقريبا 1.2 مليون دير السنتيم يعني لا يعقل أن المدينة يعني تبهد الشوفرية دي الضربية على قبل 2.7 مليون في العام للألفين متقاعد في حين أن العندة يركب على واحد طوبيلة المكرية من طرف أموال سكان الدربية باللصانس زيلا بالتليفون دياله بـ 80 مليون دير السنتيم أما إذا دخلنا النواب دياله ورؤساء الليجان ورؤساء المقاطعات وباقي الأغلبين اللي معاه كنتيحوا في 3 مليار في هذه النصف في الولايات الجماعية يعني مليار في العام كنتمشيها في البرك أوطو دياله العمدو دياله معا الناس الأغلبية دياله كيف يعقل أن مياه ديال المنتخبين يعني يخسروا لأنفسهم من أموال الشعب مليار ويحرموا المتقاعدين من خمسة دنة في النار يعني هذا رأى منكر يعني وحقرة ما كناش تف يعني دولة لما عندها دستور لقانون فأحرف الدول اللي في دستور وفي قانون هذه اللولة التانية المسؤولية طبعا الحال تقع على العمدة ولكن احنا العمدة غاسنين علي الدو لأن الكرش بعنا نعم مركة تفكر في الكرش يا جيعانا المسؤولية الآن يعني تلقى على وزير الداخلية وعلى الوالدة الضرب علش حيث القانون تقول إذا تعطل يعني المجلس البلدي في مدينة من المدن أو تخلى عن مزاورة اختصاصية يجب على سلطة الويساية أن تتدخلها لرد الأمور إلى نصابها والأمل معقود على السلطة المحلية في شخص الوالدة الضربدة أن يتدخلها لرد الاعتبار لهذا المتقاعدين للنقل الحضاري من جهة ثم من جهة ثانية إرسال واحد الميصاج لشركة ألزاق بأن هذه المدينة أو هذه البلاد رأي فيها قانون رأي مشي غابة داخلة عندنا منشار طالعة واكلة نازلة واكلة اشتركوا في القناة